السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من حل نمازج امتحنات كتاب المعاصر للمراجعة النهائية الخمساشر نموذج المجانية تبقى لآخر المواصفات. انا اخد نهاردة نموذج الخامس. لو ما كنت شفت النمازج اللي فاتت هتلاقي الروب موجودة في الوصف اسفل الفيديو. واحنا بنحل بنقول السبب بتاع الحل وبنون معاني الكلمات. واحيانا بنستشغل ديسكرينات خاصة بجرامر اللي موجود في الامتحام اللي احنا بنحله. وبنعلق على كل التركات اللي موجودة فيه. يبقى انت بتحله وبتراجح في نفس الوقت. وكمان بنحل اسئلة التفكير النقد الخاصة بالمسرحية بتاعتنا كينجلير. وطبعا نشرنا على جروب الواتساب اكتر من عشر مذاكرات خاصة بالاسئلة النقدية لكينجلير. الرابط طبعا موجود في الوصفة الفيديو. وكمان روابط المذاكرات مجانية خاصة بالمقال او الايميل وكمان خاصة بالترجمة الاختياري. نبدأ مع بعض اول حاجة اول سؤال معنا النهاردة. از ادرايفر قول لك كسائق. يجب ان تكون قادرا على فيرست ايد ان كيس اف امرجنسي. اللي هي الايه? سعفات الاولية في حالة الطوارئ. يترقل ريسيف دو باي كونسيوم. الفعل اللي بيعمل تلاتة ملافظة مع فيرست ايد هو طبعا كلمة دو. وقولنا قبل كده هتنفع كمان كلمة برفورم. لكن كلمة كونسيوم يعني يستهلك مش هتنفع هنا. number two. to give. not is a verbal collocation. عايزك بقى تجيب ايه? فعل متلازم لفظة مع ايه كلمة give. يترقل give advice. give research. give feelings. give effect. طبعا هتبقى اللي ترقل ايه? give advice. number two. ياسر always understands what I mean. the acronym of understand is. ياسر دائما بيفهم ايه اللي نقصده. مضاد كلمة understand طبعا واضحة جدا هتبقى misunderstand. كلمة grasp بمعنى هيدرك او يفهم. mislead يعني يضلل وكلمة trust يثق. number four. your english. not if you want to get this job. الانجليز بتاعك. مفروض يحصل له ايه? لو انت عاوز تحصل على الوظيفة دي. you can take a course. ممكن تاخد كورس. افتكروا. احنا قلنا مع بعض في النمازج اللي فاتت. حالات if الشرطية كتير جدا. الحالة الشرطية الاولى. if فاعل مدارع بسيط. فاعل will will mother. وممكن مكان will. اجيب can. اجيب may. ممكن اجيب كمان should. حسب سياق العام بتاع الجملة. طب نشوف هنا بقولك you can take a course. ممكن تاخد كورس. يتراول هنا would improve. طب هو كده الانجليز هيحسن نفسه ده حتى وود ما تنفعش في الحالة الاولى. will be improved. can improve. should be improved. خلي بالكم. your english ديت مفعول. فبالتالي انا هجيب سيطمان من المجهول. يبقى letter a. والletter d غلط. طب يا ترى will be improved. ولا should be improved. بقولك هنا لو عاوز تحصل على الوظيفة. يبقى هنا يجب ان الانجليز بتاعك تحسن. يبقى letter c. should be improved. number five. I don't think not tomorrow. the sky is very clear. بقولك لا اعتقد ان الجو هيمطر النهاردة ده السمى النهاردة صافية. طبعا نميقولك السمى صافية او السمى مغيمة ده يعتبر تنبؤ مع وجود دليل يبقى is going to rain. قلت لها مصر ده كلمة think موجودة. ما احنا هنا لو كلمة think موجودة بنجيب will. لكن لو فيه دليل بنجيب going to يبقى الدليل اقوى من كلمة think. number six. samya is the same with as allah. كلمة with هنا اللي هو الوزن. يعني السمية لها نفس الوزن بتاع علا. this means that معنى كلمة ايه. طبعا معنى كننضل لاتنين نفس الوزن. يبقى انا عاوز هنا بعمل مقارنة بينهم فلاقيت فيهم تساوي. يبقى جيبقى الصفة as. يبقى هنا letter a. علا is as heavy as samya. تمام. more seven. before going camping. هل يقتر هتبقى what you do have to buy. what do have you to buy. what do you have to buy. what have you buy to do. وهنا بيستخدم صغط ايه. صغط السؤال. احنا عندنا صغط السؤال دائما ادات السفام. التكوين متاعه. ادات السفام. بعد كده فعل المساعد. بعد كده فاعل. بعد كده فعل اساسي. هتلاقي في الجلال اربع اختيارات have to اساسية. فعل اساسي معناها مضطر ان يفعل الشي. ازن هتو فعل اساسي. يبقى قبله فاعل. قبله فعل مساعد. يبقى letter c. what? بعدها do فعل مساعد. بعدها you فعل. بعدها هتوله هالفعل اساسي والمصدر الوكلمة buy. number eight. this novel not great success but it didn't succeed. الرواديات اعزو لك ايه? يعني الهدف منها او الغرض منها ان هي كتعمل نجاح كبير جدا لكنها الامن تنجح. لما كنت بكلم على الغرض من شيء او المقصد بتاع شيء فانا بجيب كلمة مين? طبعا اختار كلها فهمين. ما بدأيا was meaning خطأ لاني مين لا يضف لها انجي. تمام? طب was meant to making خطأ. ازاي هقول was meant to? بجيب ورها مصدر يبقى letter a. was meant to make. number nine. the police officer asked the driver. ضبط الشرطة طلب من السائق نقطة the limited speed. ليسران محددة. or he will be find. وإلا هيتم تغريمه. ازان هو طلب من السائق ايه? يتخطى السرعة ولا الا يتخطى? كلمة exceed يعني يتخطى او يتجاوز. طبعا هنا not to exceed. الا يتجاوز السرعة المحددة. وإلا هيتم تغريمه. number ten. نورهان will be punished for her mistake. نورهان سوف يتم معقابها عشان الخطأ اللي ارتكبته. not she apologizes for her teacher. هي تعتذر المدرس. يترى هنا اربط جملة دول بايه? unless اذا لم. provided بشرط as long as طالما. in case في حالة طبعا هتبقى letter a عشان اللي معنا. قولك اذا لم تعتذر سيتم معقابها. number eleven. the laptop is not one in the shop. I can't buy it. اللابتوب ده بيقرم بين وبين كل اللابتوب اللي موجود في المحل. قولك انا مش قدر اشتريه. ازا اللابتوب ده اغلى واحد يبقى the most expensive. number twelve. you have a big competition next week. انت عندك مسابقة كبيرة للسبوع القادم. you not train very hard. انت محتاج طبعا ايه? انك يعني انت لازم تتدرب بجد او بمجود اكبر. يا ترى اقول needs to have to had to well. مبدئيا كده كلمة needs to مش هتنفع عشان يوم ما يجيش معها فعليا. حاجة كمان had to مش هتنفع لاني يقولك انت لسه عندك مسابقة كبيرة الاسبوع اللي جاي. فهد هنا هد في الماضي ما ننفعش. طب يا ترى اقول will. اما انت هتتدرب? لأ ده هنا have to في هنا الزام وضرورة. number fourteen. the metro train was full. القطر بتاع المترو مليء. مليان. so he had to wait not the next one. يبقى هو مطر ينتظر عشان القطر التالي به هنا wait for ينتظر من اجل. number fourteen. the criminal المجرم not himself not to be recognized by the police. المجرم عمل ايه في نفسه لكي لا يتم التعرف عليه عن طريق البوليس. طبعا هنا كده هو يعني تنكر يبقى هنا disguised. يبقى letter b. number fifteen. this fish has a nice smell. السمك ده تلاقي ايه? او السمك ده له رائحة جميلة. I think it's going to be delicious. اعتقد انه هيبقى ايه? مضاد كلمة delicious. هتبقى طبعا tasteless يعني بلا مزاق او طبعا طبعا مش لذيذ. spicy عليه توابل tasteless يعني غير مؤذي. ناخد بعد كده القطعة نقرأه من المعانيه ونحلع لها سيلة. وقلنا بنستخدم حاجة اسمها and scan. وقرأة عابرة للموضوع كله. بعد كده بقرأ لها سيلة. واعمل عشان افحص على وابحس على معلومات توقيقه عيسا. in order to make a good impression during a job interview. عشان طبعا تعمل انطبع كويس اثناء المقابلة الشخصية للوظيفة. you need to prepare yourself for the interview. طبعا محتاج تجاهز نفسك للمقابلة دي. you must arrive in planety of time for the interview. طبعا يجب انك يعني تحضر زي يقولهم في متسع من الوقت قبل الايه? عشان المقابلة الشخصية تيجي قبلها يعني. so that you give yourself a little time to relax. هتدي نفسك وقت عشان تستريح before the interview begins. قبل ما تبدأ المقابلة. you have to look your best for the interview. لازم طبعا تجيب ابها صورة بالنسبالك وأجمل صورة بالنسبالك للمقابلة. try to find out if the company has any rules about dress. حاول تكتشف وتعرف لو الشركة لها اي قاعد خاصة باللبس. then try to dress according to their regulations. وحاول تلبس وفقا للايه? للنظام بتاحهم. if they don't allow their staff to come to work in casual clothes. طبعا لو هم بيسمحوش للموظفين ييجم بالملابس اللي هي الغر اسميها لها ال casual. you may ruin your chances for a job. يبقى انت كده بت ايه? بتدمر كل الفرص بتاعتك للوظيفة. by wearing the wrong sort of clothes to the interview. لما تلبس النور الخاطئ من الملابس عشان المقابلة الشخصية. you also need to plan what you are going to say. لازم انت تخطط انت هتقول ايه? in some interviews. في بعض المقابلات. you will have to do a lot of talking. بتبقى محتاج تكلم كتير. and in others. you will only have to answer a few questions about yourself. وبعض المقابلات التانية. بتبقى مضطر انت تجاوب اسئلة قليلة على نفسك انت. حاجات خاصة بيك. your school work عملك في المدرسي. your strong points. النقاط الضعف اللي قوة عندك. your reasons. اللي هي الاسباب for applying for the job. اللي خلتك تتقدم لطلب الوظيفة ديها. and the salary you expect. كمان المرتب الشهري اللي انت متوقع. you will be allowed to ask some questions of your own. هيبقى مسموح لك. تسأل بعض الاسئلة خاصة بيك. the questions you ask will show the interviewer that you have given careful thought to the position. الاسئلة اللي انت تسألها طبعا بتبين. اللي هو المحاور اللي بيعمل معابلة الشخصية يعني. انك طبعا you have given careful thought to the position. ان انت فكرت كويس جدا وبحرصه عنيه للمكان اللي انت تبقى فيها في الوظيفة دي. you can ask questions like this. ممكن تسأل اسئلة زي ايه. what duties will i have to do in the job. ايه الواجبات اللي انا مطورة عملها في الوظيفة ديها. will i be allowed to join a health insurance program. هل انا هبقى مسموح لي ان ننضم للنظام التأمين الصحي. برنامج نظام التأمين الصحي. that the company provide opportunities for further education. هل الشركة بتزودنا بفرص بتمنحنا فرص يعني للواحد يتقدم في التعلم ويتعلم يعني. you must also try to find out as much as you can about the company. وطبعا ياجب انك تحاول تعرف حياة كتير بقدر الامكان عن الايه الشركة دي. by talking to someone. لما تتحدث مع شخص يعني who work is there. كان بيعمل هناك. او ما زال يعمل هناك. or by asking for copies of the company's booklets. او تطلب مثلا نسخ من الايه البوكلت لمنشورات بتاعت للشركة. بروشورز. بوكلت الصغير. كتاب صغير. بروشورز. منشورات. or او اعلانات. نشوف اول سؤال عندنا. number one. according to the passage. وفقا للقطعة. the interviewer. خلي بالك وانت بتجاوب. في فرق بين interviewer و interviewer. interviewer المحاور. الشخص اللي بيعمل الحوار نفسه. interviewer الشخص المتقدم لطلب الوظيف. اللي بينعمل مع الحوار يعني. لكن وفقا للقطعة. the interviewer. the interviewer. طب الانترفيو هنا. المفروض بنسبة الانترفيو. يا ترى او. must arrive on time four. لازم نيوصل. ونقولك must arrive in time. واحدة واحدة بقى وبركز معي. هو يا مصر الفرق بين كلمة on time و in time عشان الجملتين a و b زي بعض بزبط معادة on و in. انا بطلخبط فيهم. ركز معي واحدة واحدة. ممكن تكتب عندك كمان. on time. اكتب صوتها كده بالانجليش. before the appointed time. يعني قبل الوقت المحدد. بي قدامك متسع من الوقت يعني. طب one time the appointed time يعني الوقت المحدد بالزبط. يعني اقولك تعالى تمانية تيجي تمانية بالثانية. لكن ما تيجي in time يبقى انت جاي تمانية الربع قدامك شوية وقت. يعني بالتالي هنا حسب القطع اللي قالها اكيد طبعا كده حلاناها يبقى later be must arrive in time four. حتى قالك يبقى عندك متسع من الوقت قبل المقابلة تستريح فيه وكده. number two. the underlined word casual means. كلمة casual معناها ايه? طبعا هنا informal يعني غير رسمي. number three. the main idea of the passage is. لك الفكرة الرئيسية بتاع القطع هي ايه? طبعا how to win your interviewers approval during an interview. ازاي تكسب استحسان ورضة المحاور أثناء المابلة الشخصية. number four. according to the passage the interviewee must. وفكن للقطعة. ال interviewee اللي هو احنا قلنا بيقرأ معاه الحوار اللي هو بيتقدم لطيب الوظيفة. وفكن للقطعة. ال interviewee ده. must يجب ايه? طبعا have a stylish appearance. زي ما قلنا. لازمني يبقى مظهره قنيك. زي قوله على سنقة عشرة يعني. number five. the not must have skills for the job he applies four. لازم يبقى عنده مهارات للوظيفة اللي هو بيتقدم لها. طبعا ال interviewee لا ده تالي بيعمل الحوار. انما ال interviewee الشخص الذي يجرى معاه الحوار. عشان ايه? يتقدم الوظيفة. number six. most young people find it not to find a job nowadays. معظم الشباب لهم ال young people. بيجدوا ايه? لما يعزوا يبحثهم عن وظيفة في هذه الايام. طبعا الموضوع بيقى بالنسبة لهم سهل? easy? no. طبعا difficult. هيبقى صعب. في صعوبة عشان يجد وظيفة. number seven. you must have not skills to find a job. لازم يبقى عندك مهارات ايه عشان تاكد وظيفة? يا ترى hard skills, easy skills, kind skills, bad skills. طبعا تبقى ايه? hard skills. يا مصر هي كلمة hard skills. معناها مهارات صعبة? لا. بمعناها مهارات مهنية. خليباك في حاجة اسمها soft skills. اسمها مهارات شخصية. لكن hard skills مهارات مهنية. يعني مهارات مهنية. يعني واخد كورسات وتعلم وعمل وعمل حاجات كتير اوي. لكن المهارات اللي هي soft skills ديت. مهارات شخصية بيتميز بها هو كشخص. number eight. people like not. يا ترى to have good salaries to have no salaries. salary اللي هو المرتب يعني. ولا not to be owners of the company. not to be the managers. الناس تحب ايه? ان هما خليباك هتبقى لتر ايه واضحة جدا. ان هما ايه? ياخدوا مرتبات كويس. ما ينفعش اقول ما ياخدوش مرتبات خالص. ولا لتر سي اللي هو يبقوا اصحاب الشركة. وطبعا ما ينفعش اقول ان هما مش عاوزين يبقوا المديرين. والله طبعا غلط. ناخد بع كده سؤال translation. ترجمة الاختياري. وقلنا قبل كده شرحنا الترجمة الاختياري في model one لما كنا بنحل محافظ الكهارة في دقيقة 23 والرابط موجود في باصفة اسفل الفيديو. to be successful in your personal life and work. you should never give in to your problems. you should face them with wisdom and patience. it's a certain that you will solve them. وانت بترجم لو جملة طول اقسمها اتنين عشان ما تتوش. واستبعد الاجابات الخطأ زي ما قلت لك قبل كده. خلي بالك ما تشبه في الحروف عشان ممكن تلحبطك. وبرضو مهم جدا تركز معي وانت بتحلم عن جرامر. لتر ايه? لتكون ناجحا في حياتك الشخصية وفي علمك لا تستنى يا مصر. علمك ولا عملك? عملك يبقى كلمة علم غلا. شفت فرق بس في الحروف. لتر بيه. لتكون ناجحا في حياتك الشخصية وفي عملك لا تستسلم ابدا للمشاكل. عليك بوجهها بحكمة. بوجهها المفروض ايه? مواجهتها. خلي بالك. يا ترسي. لتكون ناجحا في حياتك الشخصية وفي عملك. لا تستسلم ابدا للمشاكل. عليك بمواجهتها بحكمة وصبر ومن المؤكد انك استحله. اعتقد صح ان شو بدي غلط ليه? لتكون ناجحا في حياتك الشخصية وفي عملك لا تستسلم ابدا للمشاكل. عليك بمواجهتها بحكمة مريض ومن حكمة مريض ايه بين الواقع الصبر فكلمة مريض هنا برضو خطأ ايه بقى اجابتنا الصحي زي ما قلنا في الاول هتبقى ايه هتبقى لتر سي تمام نقود الترجمة التانية من عرب الانجليزي اعلم ان الندم لا يفيد فلا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب طلع للغد وفكر كيف تجعل مستقبلك اخضل من حاضرك نشوف لتر ايه there is no point in crying over spilled milk look forward to tomorrow and think about how to make your future better than your presence اعطاك ايه مضبوطة وصح نشوف بي ويسي ودي غلط ليه no that regret doesn't help as there is no point in crying over spilled milk خطأ تسبلت الماضي من نسبل يبقى هنا يعني انسكبه فدية طبعا غلط طب لتر سي no that regret doesn't help there is no point in crying over split milk ده split هنا ليه معناها شق فبالتالي في فرق خليبه لك بقى يعني شق حاجة او فصل حاجة او اسمها يعني فهنا split برضو غلط لتر دي no that regret does help لا استنى ده doesn't help مش does help دي برضو خطأ يبقى زي ما قلنا في الاول لتر ايه هي الاجابة الصحية ناخد بعد كده الاسملة بتاع التفكير النقدي الخاصة number one ليه في رأيك ملك فرنسا ارسل جيش طبعا احنا قلنا ملك فرنسا اللي هو تزوج كورديليا لما طبعا برجندي طبعا رفض يجوزها لما باباها حرامها من ايه من ايه الميراس بتاعها او التاركة بتاعتها ممكن نقول طبعا اعتقد انه عشان تزوج كورديليا اللي طلبت منه عشان ينقذ والدها كينجلير number two general was so rude to her father give two examples of her rudeness general كان طبعا يعني واقحة جدا غير مهازمة مع باباها ادي مثالين على الواقحة بتاعتها وايه وازا مقوله قلة الادب بتاعتها يعني ممكن نقول when she asked Oswald اللي هو الخدم اللي عندها يعني رئيس الخدم زي بقولهم to tell the servants يقول الخدم not to obey the kings order انه طبعا ايه ما يسمعش زي بقولهم الكلام بتاع الملك and when she described the king as a foolish man وكمان لما وصفته الوصفة الملك يعني كرجل احمق او رجل ايه غابي زي بتقول number three do you think the king had made a decision not to give Cordelia before talking to his daughters why no why not هل تعتقد ان الملك لير يعني اتخذ قرار ان هو ما يديش اي تركة لCordelia خالص before talking to his daughters قبل ما يكلم معهم كلهم يعني هو اخذ قرار مسبك ان هو يحرم بنته يعني Cordelia صغيرة ليه وليه لا ممكن اقول هنا no I don't think so لا اعتقد ذلك because he decided to give his kingdom to his three daughters انه هو قرر يدي المملكة بتاعته او التركة بتاعته ويقسمها على التلبنا بتوعه and the largest part to the daughter who loved him the most واكبر جوز الابنة فيهم او بنته فيهم يعني اللي هتكون بتحبه اكتر ناخد بعد كده write an email of about one hundred and the eight words email اكتب email 180 كلمة عن ايه you to your friend noha congratulating her on her success هتكتب email لنها هتشجحها يعني تهنيها على النجاح بتاعها هقول لك دلوقتي على بعض الحاجات في حول ثلاثة اربعة دقايق خاصة بالemail هتستفيد منهم كتير جدا جدا وتكتب email بكل سهولة واحدة واحدة خليك معايا هقول لك ازاي تعمل email بابسط صورة والجمع على 180 كلمة لو جينا تكلمنا على email اول حاجة هقول لك في الوقت الحاضر لا مفرر من رسائل البرد الإلكتروني تمام خاصة في مجال الاعمال الرسائل البرد الإلكتروني واحدة من اكثر اشكال الاتصال الاستخدام طيب كتابة البريد الإلكتروني اللي ها شكل مختلف في التنصيق عن المقالة العادية تهون والدلوقتي يعني المقالة هي شكل ولا ايه ولا ميل هي شكل فيكون في اوله الثلاث صفوف زي ما انت شايفين هنا في ايه ثلاث صفوف احدهما للمرسل والاخر للمستلم والثالث لعنوان الموضوع يبقى هنا المرسل تمام كده الى كذا المرسل اللي هي يعني وفروم اللي هو الراسل وسبجكت الموضوع تمام وبعدها نبدأ بالتحيي سوم الغرض من الكتابة ثم النهاية بيختلف البريد الرسمي اللي هو الفورمل عن الغير رسمي الانفورمل باكلم معاكم في الاتنين دلوقتي تمام هنا اول حاجة البريد الرسمي بنرسوله الاصدقاء والمعارف والاقار تمام بقول تو وبقى فروم وسبجكت لو غير رسمي ببدأ بعد الثلاث سطر دول بقول لي الاتحية بقى طبعا ما كتبش كلمة لأ ديات العناصر أنا عندي اللي هي التحية في الاول والنهاية في التحية في الاول بكتب اسم الشخص مثلا اسم الشخص دير واسم الشخص وهبدأ كأن بكلمه حد صاحبي مثلا او حد قريبي طب لو كان بقى ايميل رسمي بتكلم شخصية معاينة في شركة وزارة حكومة فطبعا مش هينفع هتقول له هلو هاي هتقول له دير سير او دير مادام وتجيب اسمه او دير مستر او دير ميسز مثلا وليكن جونز مثلا ايه كان اسم يبقى شوف الاسلوب بقى يبقى اللي مكتوب باللون الموفل بنفسي جده ده اللي هو الرسمي ولون الاحمر ده لغير رسمي طب المقدمة بتاع اللي هو الايميل الرسمي ممكن اقول ولا انا بكتب عشان اطلب معلومات اخرى معلومات اضافية عن كذا وابدأ اتكلم طبعا انا كتبت الايميل نفس الباضي بتاع الايميل بقى نفس العناصر اللي كنا بكتبها في المقام حاول تكتب عناصر وافكار وتشغل عليها فقرة تمام طب في النهاية هعمل ايه طبعا ايه بكتبه لو كان ايميل غير رسمي انفورمل زي اللي عندنا نهاردة سي يو سون او سي يو ليتر او باي اللي موجودة في الاخر دي طيب لو كان بقى ايميل رسمي طبعا مش هينفع اقول سي وصون بقى اقول له ايه او يعني معاطب التحيات او تمام تمام ايبقى نهي انه عندي ايميل رسمي وايميل غير رسمي بس في حاجة طبعا لازم انا رأيها بسي بمسافة من الكلمات انا بكتب بخلي بالي من اخطاء الجرامر اخطاء الجرامر الاول الكلمات والجرامر طبعا ولازم انا ابدأ كل جملة بحرف وبعد كلمة دير في اول سطر بسي بمسافة فاضية كده لكن ما سيبهاش في السطور اللي بعد كده تمام وفي السؤال بتاعنا طبعا بيقول لك اكتب ايميل طبعا زهراء بتكتب ايميل اللي زميلتها اه دينا بتقول لها ايه طبعا بتكلمها عن ايه عن او بتكلمها بزميلتها داليا سوري بتكلمها عن اني عايزت تدعوها الى حفل عادة ميلادها طبعا هتبقى وجاب لي الايميل بتاع ايه وفروم هيجيب الايميل بتاع زهراء اللي هتبعت يعني الايميل والموضوع هكتب يعني الدعوة اللي حفل عادة ميلاد هبدأ هنا اقول ايه دير دير مين بقى دير دودي لان ما بقتلال ايه الخطاب او دير داليا دير داليا how are you how is your family i'd like to وابدأ invite you to my birthday party وابدأ اكل مثلا ايه my friends will come i called my friends i invite them we will مثلا have مثلا happy time enjoyable time وابدأ اذكر الحاجات اللي عملها في الحفلة والترتيبات اللي بعملها وفي الاخر طبعا اقول لها ايه see you soon وممكن اكتب اسم في الاخر اقول لها ايه زهراء تمام وخلي بالك وعلى لما بتكتب الايميل زي ما قلنا دلوقتي لازم تسيب مسافة بين الكلمات او الحرفة من جملة كابتل اخر جملة فيه فلسطوب مماش عندك ولا عشان ده كله بيتاخذ عليك وتنقص بي درجات احنا كده وصلنا الاخر حلاقة النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش اعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجراز عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله انا معكم بصير رحمد العبد من قناة دول السعلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة